اقتصاد العالم يتكلم بلغة الارقام واقتصاد الامارات تكفيه شهادة العالم واخر تلك الشهادات والارقام جاء من تقرير منصة ماغنة الدولية الذي وضع اسم الدولة على رأس قائمة الوجهات المفضلة لتدفقات رؤوس الاموال المخاطرة في المنطقة مؤكدا ان الامارات واحة جاذبة لانتقال المقار الرئيسة والاقليمية للشركات العالمية الناشئة تقرير محمد العزب بعد نصف قرن من تحديات التأسيس ثم المواكبة ثم الصدارة تعبر امارات زايد وراشد وخليفة والمحمدين الى افاق اوسع لمستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الامارات الفين وواحد وسبعين وفق مبادئ المرونة والانفتاح والتعاون مرتكزة على ارضية تنافسية صلبة من المتانة والتكامل والتنوع اذ تنبني مشاريع الخمسين على اسس رخاء اقتصادي متصل بالمستقبل وغير مرتبط بالنفط خاصة قطاعات اقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة بموارده الجديدة غير التقليدية نحو تأسيس مرحلة اخرى من التقدم والازدهار اخر الارقام تقول ان اسم الامارات حل مجددا في المرتبة الاولى على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا في اجتذاب رؤوس الاموال المخاطرة للاستثمار في المشاريع الناشئة وفق تقرير منصة ماغنت حول اسواق رأس المال المخاطر وحالة تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا وباكستان لعام الفين واثنين وعشرين التقرير وصف السوق الاماراتي بالاكثر نشاطا في الشرق الاوسط وافريقيا مستشهدا باستقطابه رؤوس اموال مخاطرة يصل اجماليها الى نحو اربعة مليارات وثلاثمائة مليون درهم عام الفين وواحد وعشرين اي ما يعادل مليارا ومائة وخمسة وستين مليون دولار وتلك قفزة لا يستهن بها في النمو بالمقارنة مع العام الفين وعشرين تناهز ثلاثة وتسعين في المائة لتسجل بذلك استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة كسرها حاجز المليار دولار للمرة الاولى في التاريخ الاماراتي بما يؤكد ان الاقتصاد الوطني يظل في طليعة ركب نظرائه من الاقتصادات الواعدة على طريق التعافي من الجائحة العالمية تمويل المشاريع الناشئة يمثل انجازا جديدا يضاف الى السجل الحافل للنموذج الاماراتي القائم على منظومة متطورة وبيئة امنة وفرص جاذبة لريادة الاعمال وتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة في محج تجاري ومقصد سياحي ومجتمع عائلي للحالمين بمستقبل افضل لهم وللاجيال التي يتطلعون الى ان تترارع في حاضنة عالمية لاكثر من مئتي جنسية متاخية في تسامح وتعايش وعلى قاعدة مشتركة من الانسانية